ناقوس خطر الجفاف يلقي بظلاله على نهر الفرات في الأنبار حيث انخفض مستوى المياه إلى أكثر من 40% هذا العام والأنباريون يعربون عن قلقهم جراء هذا الانخفاض الحاد وقلة المياه التي أصبحت واضحة دعوات المواطنين إلى الحكومة العراقية ووزارة الموارد المائية بإنهاء أجمة المياه التي باتت تهدد الواقع الزراعي في المحافظة يعني أكثر من 40% إلى 50% نسبة انتهت عندنا إذا هاي محافظتنا الأولى يشوفوا كيف المحافظات البقية المحافظات لنهاية نهر الفرات اللي يصب بها نهر الفرات أكيد ما رح يوصل هاي قطرة المي احنا هسا في سبيل أنه يوصول المي الشرب للناس الناس معدما يشرب في سبيل وصول المي الشرب للناس هاي تشتغل حفارات شوف ده تكريب بالشط في سبيل تتسوي انسيابية للمي ما تبقى من المي وليس المي النهر جف النهر الفرات يعني ما ظل إلى أثر المشكلة وين المشكلة أنه الصراعات السياسية ما بين الدولة تنعكس علينا احنا اليوم بالـ 22 بالـ 22 ما يماعدنا يعني الحكومة شون دورها حكومة ملتهية بس ببغداد يعني بس ملتهية بين الموازنة وبين السرقة وما عرف هاي التفاصيل يا أخي خلينا تبهون على هاي الناس رح تكترها العطش احنا بالأنبار ما يماعدنا استمرار انخفاض منسوب المياه في العراق أثر بشكل كبير على أهالي محافظة الأنبار ومحيطها وبمعدلات متدنية لا سيما مناطق القرى والأرياف التي تعتبر المصدر الرئيسي لسلة الغذائية في المحافظة بالنسبة للانخفاض منسوب المياه في محافظة الأنبار إلى أسباب الأسباب الأول والأخير هو تركيا اللي ساد تقريبا نهر الفرات ونهر دجلة عن طريق سدود أتا تورك وغيرها يعني ساد أتا توركي يقولك سبع سنوات يا الله ينترس فإحنا نعاني من هاي المشكلة أنه مزارعنا المناطق الريفية اللي تقع على أكتاف نهر الفرات نشوف هالأراضي كلها صارت ضحلة تقريبا بسبب انخفاض منسوب المياه شبح الجفاف في نهر الفراتي في الأنبار لا يزال قائما ومخاوف من استمرار انخفاض مناسب المياه التي باتت تهدد الواقع الزراعي في المحافظة من الأنبار أحمد الحمداني قناة التغيير